السلام عليكم و مرحبا بالجميع وصفة اليوم وصفة رائعة شكورة في شكورة سهلة و مقادرها مضبوطة لذيذة بمعنى الكلمة ان شاء الله حتى تتمنى تعجبكم و لما نطور عليكم نخليكم تشوفوا الفيديو فورجة ممتعة ان شاء الله لهذه الوصفة نحتاج ثلاث حبات من البيت 192 غرام من السكر 200 غرام من الفارنط كما تشوفوا السكر 200 مليلتر و كأسين من الفارنط 60 غرام من الكاكاول كأس الى ربع 100 مليلتر من الزيت ملعقة صغيرة خاملة كيميائية 5 غرام ملعقة صغيرة بيكاربونات سوديوم نجربوا هكذا بيكاربونات جلكة خفيفة غربة رشة كذلك من الملح و كأس من الماء هذا الماء يغلي 200 مليلتر نغليه قبل ما نستخدمه نضيفه في الآخر ثلاث بيضات هنا في الإناء نضيف عليهم كأس من السكر و نجعلهم ينخفقوا في نفس الوقت نعمل هذا الماء في كاسرنا و نضيفه على النار خاصة الماء الذي يغلي نضيفه الزيت نضيفه تدريجيا و نضيفه نضيفه الفارينة و الكاكاو مع بعض نضيفه ملعقة صغيرة من الخاملة الكيميائية و ملعقة صغيرة من الكاربونات نضيفه على سرعة منخفضة و نضيفه ملعقة صغيرة نضيفه أنه يستخدمه الفرن يسخن على 180 درجات نضيف الماء ملعقة صغيرة على سرعة منخفضة قمت بزبدة و قمت بزبدة من الفارينة و قمت بزبدة خفيفة من الفارينة و الآن نفرغ الخارج هذا المول بقطرة 25 سنتيم ندخله الآن نفر خرجتها الآن من الفر مرت عليها حوالي 40 دقيقة في الفن و خرجتها نحيها الآن من الموح نحيها من هذه الثانية و نجدها تبرد نحي الآن هذا الطبقة من الفوق نحيها من الموحولة نضحها من الموحولة و إذا لم تكن متوفر من الموحولة نضحها من الموحولة نقلبها هيدا للجهة الاخرى بالنسبة للغلاسات التي نعمل من فوق نعمل 100 قرام من الشوكولة كما تحبوا الشوكولة بالحالب او شوكولة سوداء 45 قرام من الزبدة وهي ثلاث ملاعق صغر كما ربكم تشوفو وأقل من نصف كأس حالب وهي بالضبط 75 مليلتر نخلط هكذا المكونات ونحطهم على النار النار تكون قليلة ونحرك المدوب الشوكولة مباشرة نحيهم للنار عملت لنا طبيق ويسان لكي لا ننصفه لطبق التقدم الشوكولة هذه بعد مدوبتها نحركها جيدا نضغن كذلك الجوانب نجدها توجد على الجوانب قليلا البيسكويت اللي نحيتهم من الفوق نضغن كما ربكم تشوفوه وهكذا نضغن على الجوانب نضغن على كامل الجوانب نضغن على الجوانب خليتها تبرد في المطبخ فقط كما ربكم تشوفوه القلاسات تماسك وجبنينة وخفيفة جربوها وخليوا لي اراءكم بالتحت في التعاليق ليتهمني بزاف ونشكر كل المشتركين بدون استثناء على دعمهم وليتخلي جديد نقول له مرحبا وشرفتني اذا عجبكم الفيديو عملوا لي لايك وعملوا اشتراك ليصلكم كل جديد الى فيديو اخر ان شاء الله هدومتم في رعاية الله وحفظه